السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتحدث على النزول الذي نعيشه الآن البيتكوين كان في أسعار 48000 دولار الآن انخفض إلى حدود 24500 دولار السؤال المطروح حاليا هل سيواصل البيتكوين نزوله ونشاهد نزول حتى في العملاثة البديلة هناك من العملاثة التي تظهر الإيجابية في هذه اللحظات كمثال عملة تروي عملة أوميزغو عملة سيلو وبعض العملاثة الأخرى قامت بعمل حركة أكسية فتقريبا العملاثة التي لم ترتفع هناك من العملاثة التي تأخذ نصيبها في نزول البيتكوين وهناك من العملات التي تسعد مع صعود البيتكوين لو لاحظتم أقل شخص في هذا المجال لديه تقريبا خمس شهور ستكون قد تعودت على حركة البيتكوين كل أربع أيام خمس أيام عندما نرى استقرار في سعر البيتكوين وراء هذا الاستقرار سواء نرى حركة الفوق قوية أو الأسفل قوية فعندما تؤطى الفرصة للعملاثة البديلة وأنت مستثمر في بعض العملاثة التي ظهرت فيها إيجابية إذا أعطتك ربح محترم فيجب عليك أن تبيع كما قلنا مسبقا أن هذه المرحلة هي مرحلة حاسمة نحن على مشارف نهاية السوق والدخول في البير ماركت ذلك المجازفة قللوا منها هذا الكلام الذي أقول لكم حاليا لا أقول لك بيع حاليا السوق سائيا خفض وأتأكد لنا البير ماركت وكل العملات ستأخذ مصار تنازلي لم أبيع تلك الحصة الخاصة بـ 30% بيت 10% منها عملات كنت مستشمر بها أعطتني ربح وبيعت لأنني حاليا أشغل على المدى القصير ولا نفكر في المدى البعيد المدى البعيد كما قلناها فقط في حلقة البارحة في أول الفيديو عندما شرحت لكم خمس عملات قلت لكم أن نظرتك للمستقبل حاول أن لا تشري حاليا الحركة التي نراها حاليا لم تقع أول مرة تعودتم على رؤية هذا المشهد دائما يكون تقريبا 54 ألف ينخفل إلى 38 ألف ثم يعود سعر البيتكوين للارتفاع لو نرى نسبة هيمنة البيتكوين كنا قد وضعنا هذا الشارط وحددنا حتى نقطة الـ 40% التي كان دعم هنا في الـ 40% والتي كانت نخفضت إليها هذه النسبة تقريبا منذ أربع شهور خمس شهور نخفضت هذه النسبة إلى الـ 40% وساعدت إلى الـ 49% ثم نخفضت مرة أخرى إلى الـ 40% واختبرت هذه النسبة وارتفعت مرة أخرى إلى الـ 43% نسبة هيمنة البيتكوين تعطينا طريق العملات البديلة فبخصوص البيتكوين حاليا لازلت مستثمر في العملات البديلة العملات التي تعطيني ربح من الـ 30% التي كنت مستثمر بها أبيع تلك العملات التي أعطت أرباح وأنتظر العملات التي لم ترتفع بعد تقريبا كل العملات الآن بدأت تظهر بها الإيجابية وتصعد مثل هذه الحركات التي نراها فبعد قليل سنرى تقارير كم كسبت المنصات خلال هذا النزول تقريبا مثل هذا النزول نراه يقتكون وراءه المنصات لأجل الفيوتر هناك أرباح كبيرة في الفيوتر لاحظ معي الحركات التي يعملها البيتكوين دائما يعرف تقلبات كبيرة في ظرف وجيز حاليا البيتكوين في أسعار 43500 دولار تقريبا كمنظور شخصي لازالت تظهر إنجابية في البيتكوين وطريقة النزول التي نراها حاليا لن تكون بهذه الطريقة فهذه الطريقة تخويفية هذا النزول بشكل سريع من أسعار 47000 إلى 42 دولار فليست طريقة جيدة لكي يصرف فيها الحيتان فطريقة النزول سيكون النزول تقريبا مثل ما حدث من سنة 2018 إلى حدود تقريبا سنة 2019 تقريبا سنة البيتكوين أخذ مصار تنازلي وأخذ نزول تدريجي لم يكن مثل هذه النزول فهذا النزول الذي نراه حاليا في هذا الظرف الوجيز يعطي خوف وهلع للأشخاص الذين اشتروا في 48000 دولار ويبيعون في هذه الترفية ثم يعاودون رفع السوق فالطريقة التي سيبيعون بها وسيصرفون ويخفضون بها السوق لن تكون لك في الحسبان ولكن ما نقوله دائما هو عدم المجازفة في هذه المرحلة ونطمع في البيتكوين والعملات البديلة في أسعار أقل 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 حتى ندخل في البير ماركت وكل العملات تنخفض لأسعار لم تتخيلها أن تنزل إليها أنا ذاك يمكننا أن نشتري ونفكر في المدى البايد فحاليا إذا كنت حاليا مستمر في السوق لا تدخل بكل رأس مالكة فهناك مخاطر كثيرة كثيرة حاليا في السوق بشكل بسيط كل العملات الرقمية بدون الستناء كانت أسعارها رخيصة 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 ووصلت لم تصل بل اخترقت الأول تايم هاي القممة التي وصلت إليها سنة 2017-2018 تجاوزتها سنة 2021 لذلك لا تشري في القمة وحاولوا لا أريد أن أرى مثلا شخص يقول لي أريد أن أستمر الآن في أعلى المدى البعيد إذا أردت الاستثمار حاليا استتمر على المدى القصير مثلا دخلت مثلا بعشر ألف دولار كسبت من عملة 30% 20% أعطتني 2000-3000 دولار أبيع وأنتظر فعندما مثلا نرى 5 أيام أو 4 أيام العملات البديلة فيما صار تصاعدي وكل العملات ترتفع هناك 50 هناك 60 هناك من صعدت 200% هنا يجب علي أن أضع في مفكيرتي أن حركة العملات البديلة واستقرار البيتكوين سيأتي بعده نزول أو ارتفاع لسعر البيتكوين بشكل قوي ستكون حركة قوية ماذا أفعل إذا كنت أشغل على المدى القصير مثلا أتداول في الأبيع عندما أحقق أرباح وأنتظر حتى تظهر حركة البيتكوين ثم أنا ذاك أعاود الدخول مرة أخرى سوق العملات الرقمية دائما هناك فرص كله فرص تخيل معي الآن منذ دخولك لهذا المجال كم فرصة رأيتها ترى العملات مثلا شريت كمثال عملات بوليغون في سعر 2 دولار والسوق مرتفع تمر خمس أيام تجد عملة بوليغون في أسعار مثلا الواحد ونصف دولار تقول ليعت علي الكثير لو صبرت فقط خمس أيام لأخذتها بسعر أقل والخطأ الثاني هو أنني دخلت بكل رأسمالي لو دخلت فقط بأربعين أو ثلاثين بالمئة في هذه المرحلة الآن سأداعم وأشتري من الأسفل وعندما تعود العملة للأسعار التي أشتريت فيها في الدفعة الأولى سأجد نفسي كسبت الكثير مجال العملة الرقمية أول شيء الصبر وعدم البيع بالخسارة دائما حاولوا أن تمتلكوا أعصابكم عند النزول والشيء الذي يجعلك تبيع بالخسارة هذا هو السبب الرئيسي لبيعك لأي عملة بالخسارة هو دخولك بكل رأس مالك مثلا عندما أنا كمثال مستمر في عملة البوليغون بمثلا 20 ألف دولار كل رأس مالي فعندما سيحدث هذا النزول سأخاف وهذا من الطبيعي سأخاف على رأس مالي سأقول ممكن ستبدأ الأفكار تأتيني ممكن أن يصبح رصيدي ألف دولار أو خمسمائة دولار أو أربعمائة دولار أو سيقسم على الاثنان يصبح عشر آلاف أو ست آلاف ماذا تقول سأبيع الآن لكي أحافظ على رأس مالي كم ذهبت لي ذهبت لي حاليا كمثال أربع آلاف دولار أو خمس آلاف دولار لا مشكل وستبقى عندي الخمسة عشر آلاف دولار لماذا لأنك دخلت بكل رأس مالك ووضعت نفسك في هذا الضغط أما عندما مثلا تكون مستشمر في هذه المرحلة كل مرحلة وكم سنستشمر هذه المرحلة مثلا أنا مستشمر 30% وانخفض علي السوق ليس كأنني مستشمر 100% وانخفض علي السوق لدي السبعين بالمئة مجمدة USDT لا تنخفض ولا ترتفع بالمقابل 30% ولو يحدث انخفاض قوي للسوق لن أخسر تلك الخسارة الكبيرة وسأعود من السبعين بالمئة التي أمتلك يعني أطمع عندما أرى السوق ينخفض وأنا مستشمر أطمع في نزول أكثر لأنني أمنت الكثير أهم شيء هو تأمين الصفقات دائما أتحدث بهذه اللغة لكي مثلا أنا أجلب لكم الشاط وكذا وكذا نتحدث على الأشياء العملية الأولى نتحدث على الأشياء النفسية هي التي تؤثر في هذا المجال الحيتان التي تتحكم في مجال العملات الرقمية أول شيء يلعبون عليه هو الجانب النفسي يعني هناك بوتات تعرف حتى النبضات المستشمرين نبضات قلب المستشمرين يعرفون الأسعار التي اشتروا فيها المنصات تعرف عليك كل كبيرة وصغيرة بخصوص المنصات كل المنصات المركزية عندما تريد السحب تفاعل الليفل 1 والليفل 2 لديك تقريبا 100 بيتكوين يوميا أما إذا أردت أن تسحب أكثر من 200 بيتكوين من على المنصة يجب عليك أن تتواصل مع المنصة لماذا يجب عليك أن تتواصل مع المنصة؟ لكي يعرف هل أنت حوت أو لديك مثلا محفظة بها الكثير من البيتكوين فإذا كنت تمتلك رصيد كبير من البيتكوين سيقولون لك مرحبا بك هناك نظام يستغلون به ليس هناك العشوائية يحاولون أن يربطوا بين كل الأشخاص الذين لديهم رؤوس أموال كبيرة لكي لا تقع لخبطة مثلا هناك حيث تريد رفع السوق وواحد آخر شخص آخر أو مستشمر آخر يخفض السوق يجب أن تذهب مع حركة الحيتان لكي لا تتسبب لهم مثلا في خسارات في الفيوتر مثلا هم عندما يرون أن الكثير أعطى للبيتكوين فهم لصالحهم أن يعملوا العكس يخفضون البيتكوين وأنت تأتي وتقوم بعمل العكس مثلا إذا كان لديك مثلا أكثر من ألف أو ألفين أو خمس ألف بيتكوين لا نعرف هناك من لديه محفظة شل البيتكوين في أسعار العشرة دولار العشرين دولار ثلاثين دولار فقط نتحدث بجانب التجربة يعني تقريبا ست سنوات أو أكثر يوميا في كل ساعة نرى حركة البيتكوين نخسر نربح نحاول أن نتقاسم معكم كل كبيرة وصغيرة وما يقع تاريخيا حتى لو عدت فقط للفيديوهات التي نتحدث فيها على القناة منذ تقريبا سنتان عندما كان سعر البيتكوين تقريبا 3800-4000 العملة البديلة كلها كانت في أسعار قليلة قليلة كنا نتحدث على الصعود ونتحدث على الإيجابية القادمة كنا نتحدث على أفضل وقت للشراء والاستشمار دخل بكل رأسي مالك لا مشكل لماذا؟ لأن السوق كان كله منخفض وكان مناسب للشراء العكس فعندما تحدثنا على صعود قادم ولو استغرق سنة أو سنتان نتحدث حتى على النزول فهي موجة تتكرر لذلك الأمر الذي نرى حاليا لا تخف بالعكس السوق انخفض البيتكوين انخفض هذا أمر عادي لا يوجد شيء فقط يأخذ مسار تساعدي بدون نزول لذلك حاول تدبير استثمارك بالشكل الصحيح ولا تشغل بالعشوائية لماذا دائما أحاول أن أتحدث معكم بخصوص هذا الأمر لأننا إن شاء الله عندما مثلا سندخل في البير ماركت وكل العملات ستنخفض لا أريدك أن تبدأ وتبدأ يا ليتني آآ بيت وانتظرت واشتريت عندما انخفض السوق الآن كل العملات انخفضت آآ أربع ألف دولار تكفيني لشراء عملات آآ أضع في هذه مئة ألف 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 في هذه السوق هذه العملة الشري في عملات كان سعرها واحد دولار أشتريها بالسفر فاطلة سفر خمسة نعم آآ حاول أن تشتغل بعقلانية ولا تتسرى السوق كله فرص ليست أول مشكلة ليست أول مرة سنتحدث على هذا النزول الذي يقع دائما يقع مثل هذا السيناريو ويعود السوق للارتفاع ففي الارتفاع إذا كنت لم تترك راسي ديو أس ديتي فحاول أن تراجع طريقتك التي تستخدمها هناك من يقول أنت لا تتجازف تقول لبعض الناس لا تشتغلوا بكل رأس أموالكم لماذا لأننا في مرحلة كل العملات مرتفعة بشكل كبير والعملات لم أتصور أنها ستصل لهذه الأسعار التي وصلتها حاليا حتى البيتكوين لم أتخيل أنه في ظرف سنة من أسعار الأربع آلف دولار سيصل لأسعار الأربعة وستين ألف دولار والله لم أتخيل أنه سيصل بهذه السرعة في سنة واحدة لأسعار الأربعة وستين ألف دولار فالرسالة التي سأوجهها لكم السوق دائما موجود سوق العملات الرقمية لن يهرب أي عملة أعجبتك وأعجبك مشروعها حاليا وتريدها على المدى البعيد لن تهرب موجودة ستأخذها بثمن مناسب هذه المرحلة اشتغلوا على المدى القصير سأقول دائما وأكرر في أي فيديو اشتغلوا على المدى القصير وأي عملة حققت لك أرباح محترمة بيع وانتظر أين المشكلة مثلا إذا بعت وجمدت رصيدك وانتظرت يومين ثلاثة أيام ماذا سيقع؟ لن يقع أي شيء الأمر الذي سيقع هو أنك ستقتنس فرص أكثر ولو يصعد عليه السوق مثلا أنا جمت رصيدي كمثال مثلا لديك مثال أرباح جيدة محترمة مثلا في ثلاث عملات مستشمر بها أعطتني كل واحدة 30% 40% 50% حققت منها بيعتها ماذا فعلت العملات؟ واصلت صعودها مثلا العملة التي أخذت منها 30% واصلت للـ 70% ضيت علي 30% أخرى ولكن لم أضيع بعت وكنت قانوعا وانتظرت فرص أخرى لأن السوق دائما هناك فرص لا تنتظر فرصة واحدة الخطأ الذي كنت اشتغلت به أنا شخصيا هو انتظاري لعملة واحدة أو ثلاث عملات أشريهم وأنتظر منهم أن يعطونني الغناء أصبح مليونير من ثلاث عملات لا ثلاث عملات استشمرت بهم أعطوا مثلا أعطوا 300% مثلا في ضرف شهر أو شهرين أبيع أدخل لعملات أخرى مثلا أنتقل بين أضع مثلا أدوين 15 عملة عملات لديها مشاريع جيدة أنتقل بينهم كل مرة مستشمر في ثلاث عملات من الخمسة عشر سأجد نفسي في ضرف وجيز حققت أرباح جيدة جيدة جدا المهم الآن سننهي الحلقة ونتحدث على حالة السوق حالة السوق هذا ما يحدث حاليا لم يحدث أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة دائما نرى نزول في سعر البيتكون ثم يعود البيتكون للصعود وكأن شيئا لم يقع فعندما ستعود الإيجابية للسوق وترتفع العملات حاول أن تشغل بالكلام الذي أقوله لك نحن على مشارف نهاية السوق تقريبا نحن في 92 أو 90% تبقى شيء قليل وندخل في البير ماركت وندخل في الأكيميليشن أن ذاك تعطى فرص لمستثمرين تعطى فرص لشركات لساندق استثمارية لكي تشتري بأتمنة أقل وهذه هي دورة السوق هذا ما سننهي به الحلقة ما عليك سوى الصبر هذا الانخفاض ليس أول مرة يقع الأمر يظهر لي عادي من المنصات ما نراه هو من المنصات يتم ضرب صفقات حتى الأخبار لم نرى أي أخبار هناك على أن هناك نية للتصريف سننهي الحلقة هنا ما عليك سوى الصبر إذا كنت مستثمر بكل رصيدك فحاول أن لا تشغل بكل رأس مالك دمتم في العيس الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته